يتطلع العروسان لحفل زفافهما أو الليلة الكبيرة ومشاركة الليلة الكبيرة مع العائلة الأصدقاء باللحظات من المفترض أن تكون من أجمل ليالي العمر إلا أن الأجمل من ذلك أن يستمر الزواج وأن تتعمق مشاعر الحب بين الزوجين على مدى الأعوام هكذا كان حال زوجين كبيرين أمريكيين من ولاية نبراسكا نشأ الزوجين في فترة الكساد الكبير التي شهدتها الولايات المتحدة في الثلاثينيات حين وصلت معدلات البطالة إلى مستويات عالية وهبطت الإرادات الزراعية وتوقفت المعامل عن الإنتاج فعاشت البلاد أزمة اقتصادية خانقة حينها كانت هذه الفترة هي أحد القواس المشتركة التي جمعت بين الزوجين بعد عقود على زواجهما قرر مارفن ولوسيل الاحتفال بعيد زواجهما الستين للستذكار اليوم الذي جمعهما في بيت واحد تزوج الاثنان في عام 1960 وكانت لوسيل في الثانية والعشرين من عمرها بينما يكبرها مارفن بنحو سبع سنوات أي في التاسع والعشرين وأقام حفلة زفافهما في كنيسة صغيرة ها هما في ذكرى زواجهما من جديد يرتديان نفس البدلة السوداء ونفس الفستان العرس الأبيض لذلك ارتدهما مارفن ولوسيل قبل ستة عقود بالرغم من أنهما تجاوزا الثمنين عاما من عمرهما يبدو أن شعرة الحب لا تزال في أوجه بينهما يقول مارفن ولوسيل أن سر نجاح زواجهما لهذه الفترة الطويلة يكمن في اتباع هذا النصائح العمل بجد التعامل بنطف والتفكير مليا قبل أن تتكلموا كما ينصحاني أن يجب على الأزواج الاعتماد على نقاط قوة بعضهما لدى الآخر للتغلب على نقاط الضعف وتجاوز المصاعب ذلك بالإضافة إلى التحلي بالإيمان هذه الصفات قد تكون صعبة على الكثيرين ولكن ماذا كانت التعليقات هنا سابرينا تقول طبعا صور الزوجين في عيد زواجهما بثت السعادة على مواقع التواصل سابرينا تقول فريحة عم ابك من الفرح شيء مذهل حقا يا ريت أعمل أنا وزوجي نفس الشيء أما جوزي فتكتب في تدوينتها مبروك لمارفن ولوسيل وبارك الله بكم ما صور رائع عليكم مقدور الكثيرين ارتداء ملابس العرص الأصلية بعد ستين عاما بمعنى أن رشقتهم وما زالت على حالها لأن الكثير من الناس يضعون كاليوغرامات بعد الزواج يروام سنة وسنتين وليس بعد ستين عاما كايلة تقول برافو عليها أنها لبسة فستان عرصها يا ريت أقدر أعمل مثلها أما جاني فتكتب في تدوينتها هذا هو الحب الحقيقي الذي يستمر مدى الحياة ويمثل قدوة للآخرين ألف مبروك والله يبارك فيكما بالنسبة للمصورة مصورة الفوتو سيشن التي التقطت ونشرت صور مارفن ولوسيل فقالت إنهما مثال يحتذى به على الحب الحقيقي الذي يصمد أمام صعوبات الحياة أشعر بغاية السعادة للتعرف عليهما وأفتخر بالالتقاط بعض الذكريات أو ذكرياتهما هذه من أفضل جلسات التصوير التي قمت بها حتى الآن شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وأعجابك بها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة